السلام عليكم انا اسمي كريمة كرم هنعمل النهاردة شرايح اللحمة بصوص الجزر الوصفة دي انا حسيت كده ان شرايح الستيك او البوفتيك حسيت ان انا لازم اعملها بطريقة جديدة فانا عملت الوصفة دي حاجة كده بسيطة طعمها حلوة جدا صوص الجزر دو تمديها يعني طعم كده مسكر لللحمة هقدمه لكم بطريقة حلوة جدا هتاكلوا معي احلى رز بسمتي هعمل لكم رز البسمتي بطريقة سهلة وبسيطة خالص ما بتاخدش وقت اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم ولو عجبكم الفيديو انزل عملولي لايك وكمان اعملوا اشتراك بالقناة عشان القناة تكبر بيكم وليكم ويوصلوكم باذن الله كل جديد بالنسبة للمكونات بتاعتي انا عندي طوصل صخنة على نار متوسطة بنزل فيها بمعلقتين زبدة او سمنة لكن انا هنا استخدمت مكعب صغير من الزبدة الصفرة بديها لون حلو جدا وبعد كده بقى بيبقى عندي شرايح البوفتيك تمام كده او الاستيك تمام متقطعة رفيع جدا بالشكل دوت ومتقطعة كمان مش القطعة كبيرة لا القطعة حجمها متوسط بنزل بيها على الزبدة تمام كده ببتدي افردها بالشكل دوت تمام بعد كده بسيبها تمام تتشوح في قلب الزبدة مش بقلبها خالص عشان لو قلبتوها بتنزل آآ المية بتاعت اللحمة فانا هسيبها يعني لوحدها تتحمر من تحت بعد كده اول ما بلاقي انها نزلت الصوص بتاعها وابتدت تتحمر آآ سنة من تحت بنزل بروزميري تمام كده كم واحدة من الروزميري بالشكل ده وابتدي اقلب اللحمة بتاعتي على الوش التاني عشان تاخد صدمة وتاخد لون كده بني ودهبي تمام بالشكل دوت بعد ما بلاقي اللحمة بتاعتي اخدت لون آآ بني ودهبي على الواجهين تمام ببتدي اخرجها تمام لازم تبقى آآ تحمرت بالشكل دوت وها ما بتاخدش سوى كتير على النار ليه لانها متقطعة شرايح رفاية تمام كده ببتدي اطلعها في طبق خارجي وبعد كده بقى تحيلوا بقى هنعمل احلى صوص في نفس الطوصة تمام كده بشيل الروزميري بنزل بمعلقة من الزيت على باقي الزيب ده اللي عندي وبنزل بمعلقتين آآ كبار من الدقيق وابتدي اقلبهم شوية في الخليط بتاعي لمدة آآ دقيقتين بس بعد كده بسيب الخليط بتاعي دوت آآ يهدى شوية تمام كل ده على نار هادية تمام ويكون عندي مش هستخدم بقى لبن ولا كريمة ولا اي حاجة ويكون عندي مية حوالي كبايتين من المية تمام كده بنزل واحدة واحدة وقلب تمام تمام بحيس عايزة سوس كريمي حلو زي سوس البشاميل لكده تمام كده بقلب وانزل بكبايتين المية مش على طول مرة واحدة لا واحدة واحدة واقلب واحدة واحدة واقلب تمام بالشكل دوت واقلبهم وبعد كده بيبقى عندي جزرة مبشورة كويس جدا بنزل بيها واقلب هسيب السوس بتاعي يغلب الشكل دوت لانه طبعا بيبقى خفيف كده في الاول تمام بنزل بشرايح اللحمة اللي انا حمرتها تمام وحطها بقى في قلب السوس بتاعي واسيبها بقى تاخد غلوة كده حلوة ولو لقيتها محتاجة ملح بزود رشة من الملح على حسب طبعا كمية الملح اللي انتو تحبوا تاكله بعد كده باسيبها تغلي على النار تمام لحد ما السوس بتاعي يبقى قوامة حلوة شايفين شكلها حلوة ازاي ابتدى الجزر ينزل اللون بتاعه وينزل طعمه كده في قلب السوس اللي انا عامله طعمه بيبقى مسكر جدا يعني السوس ده بيبقى سوس مسكر كده طعمه حلو جدا شايفين القهون بتاعه ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي يبقى معلقتين الدقيق عليهم كبتين من المية خلاص كده الوصفة الاولانية بتاعتي خلصت بعد كده بيبقى عندي حلة بنزل فيها معلقتين من الزبدة الصفرة تمام بالشكل ده او زيت نباتي او اي حاجة بس انا استخدمت الزبدة لانها بتدي الروز طعمه وناكهة حلوة جدا بيبقى عندي كبتين من الرز البسمتي مخصولين كويس جدا تمام ببتدي اشوحهم في قلب الزبدة بتاعتي بالشكل دوت عايز اقولكم على حاجة كبت الرز البسمتي بتاخد كبتين من الشربة او المرأة الماغلئية بنزل بمقعب مرأة وبنزل بنص معلقة ملح وابتدي اشوح الرز في قلب الزبدة والملح والمرأة بالشكل دوت وابتدي ازود ميا تمام؟ انا ما كانش عندي شربة فعندي ميا مغلية كبت الرز البسمتي بتاخد بالضبط كبتين من الميا المغلية او الشربة تمام؟ اهم حاجة في الرز البسمتي واحنا بنشتريه لازم النوع بتاعه يكون كويس جدا يكون نوع مضمون ليه؟ لانه بيدي نكهة وطعم الرز فعلا بيفرق بعد كده اولا لما بلاقي الرز بتاعي بتادي يغلي بغطيه تمام كده؟ وابتدي اسويه على نار هادية خالص لحد ما يستوي ويطلع معايا يعني احلى رز اه مفلفل شايفين؟ اه هيطلع معاكم رز حلو جدا طالما الميا بتاعته اه مضبوطة تمام؟ المقدر بتاعها كويس بيطلع معاكم بالشكل الجميل ده رز بسيط ما اخدش وقت خالص وفي نفس الوقت الرز لما بيبقى نوعه كويس بيديله طعم هناك حلوة جدا تعالوا بقى اوريكم الطبق اه بتاعي الاكل اه شكله عامل ازاي في الاخر شايفين شكل الرز مع السوس مع اللحمة اه طعمه حلو جدا اللحمة طبعا اه ما اخدتش سوى لانها متقطعة شرائح رفيعة اه طعمه جميل جدا هيعجبكم خالص طبق لذيذ كده في السريع وفي نفس الوقت التغيير مطلوب اتمنى فيديو النهاردة ينال اعجبكم